تعالوا يعني مش هالبوسوا جماعة انا من ضمن الحاجات اللي بدخليني فعلاً ما حب مجلس الوزراء وتحديداً المركز الاعلامي انه كأنهم قاعدين جوه مخي انا بتكلم بجد والله العظيم يعني لسه كنت بحكي لكم على الراجل اللي انا قابلته بتاع احنا بنصدرش حاجة فقطوله ولا غز ولا حاجة ليه لا ما بنصدرش حاجة فتحس انه الجد والله عظيم يعني زملائنا واخواننا المحترمين الباحثين في مركز الاعلامي المجلس الوزراء وكأنهم كنوا قاعدين في مخي انا بكلمك بجد والله العظيم الموضوع ده حصل فعلاً يعني النقاش ده حصل فعلاً المركز الاعلامي المجلس الوزراء عمل تقرير تضمن بنسمي كده التقرير المعلوماتي انفو جراف بيصلت الدق على ايه بالتحديد على اتجاه الجمهورية الجديدة في تعظيم الاستفادة من ثروات مصر من الغاز الطبيعي في ظلم وجه الدول العالم لتحديات نقص الطاقة وترشيد الاستهلاك اللي بتشمل بقى التوسع في مشروعات التنقيب وتطوير محطات الإسالة ومضاعفات التصدير والشراكات الاستراتيجية و... طيب دول في العالم ويمكن انا كنت احكيت لكم قبل كده كنا بنتكلم على ايه يا يوسف في سويسرا باين ولا سويد والله ما انا فاكر اللي تقرير انا قاريته في جورنال كده يا سويسري يا سويدي على انه المواطن سوف يتعرض لعقوبة لو انه رفع درجة التدفئة المنزلية فوق 19 درجة او سخن المية بدرجة اكتر من 60 درجة مئوية وعقوبة مالية يعني مجعة مؤلمة في ظل كل ده وفي ظل انه دول اوروبا تقريبا تقريبا مش كلها بالكامل بتأكد على المواطنين ضرورة ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة ومش بس عشان خاطر التغيرات المناخية ودرجة حررة الكوكب لكن الفلوس البرادس تعال نشوف الوضع في مصر ايه تاتا تاتا واحدة واحدة وناخد وقتنا مش احنا ناخد وقتنا هناخد وقتنا لأ هنجري حضر هجري قدر الامكان بصوا يا جماعة هم 8 صفحات ما لهمش تاسعة بص يا سيدي الاتحاد الدولي للغاز بيقول مصر تشهد تاني أعلى زيادة في حجم صادرات الغاز المسال على مستوى العالم ايوه بألف مادة كده سنة عشرين واحد وعشرين بص حضرتك احنا كنا او بنضق الترتيب بتاع الدول عامل ازاي عندنا نيجيريا اقل تريني دادو توباجو اقل النرويج اقل برو اقل اندونيسيا اقل انجولا اقل بروناي اقل الارجنتين اقل قطر اقل هنبدأتكلم على حجم الصادرات مش بقول لها حجم انتاج ولا حجم الثرو اقل حلو بابوة جنية جديدة اقل تبدأ الزيادات في حجم الصادرات تبدأ من روسيا الدولة الاغنى في العالم بهذه الثروة لكن حجم صادراتها صفر فاصل صفر واحد فوق غينيا الاستوائية صفر فاصل واحد وبعدين الكاميرون زي غينيا الاستوائية تقريبا الامارات صفر فاصل ثلاثة سلطنة عمان صفر فاصل خمسة استراليا صفر فاصل تمانية ماليزيا واحد واحد من عشرة الجزائر واحد واثنين من عشرة حلو كده ده كده المركز التالت الجزائر الشقيقة مصر خمسة واثنين من عشرة ما شاء الله مين اللي اكتر مننا وطبعا الحقيقة باي فار الولايات المتحدة الامريكية احنا هنا بنتكلم بالمليون طن يعني الوحدات اللي انا بقولك عليها دي يعني خمسة واثنين من عشرة مليون طن غاز موساد انت شايف حجم الصادرات بتاع مصر احنا تاني دولة على مستوى العالم في حجم الصادرات او تحديدا في حجم الزيادة بتاعت صادراتنا من الغاز المسال طب احنا قد ايه احنا يا جماعة بعون الله سبحانه وتعالى اعلى نسبة زيادة في صادرات زي ما كنت بقولك في ساعة عشرين واحد وعشرين نحق قد ايه بقى خمس اضعاف اللي كنا بنعملوا قبل كده في سنة واحدة صدرنا خمس اضعاف اللي كنا بنعملوا قبل كده طيب يعني ايه خمس اضعاف اللي كنت بعملوا قبل كده جا منين يعني ربنا سبحانه وتعالى قال الجزء ده من البحر غاني بالغاز طيب ومصر ليها حق التنقيب في الحتة دي دي بتبقى اعتبارات بقى جيولوجية وبتاع وحاجات كده يعني قصة طيب انا مش هسأل احنا ما حاولناش نعمل كده قبل كده ليه لكن انا هقول لحضرتك اليس من الجيد بل الممتاز بل العظيم ان احنا عملنا كده بعد 2014 طيب واللي يعمل كده مش معناها انه بالتأكيد قلبه على البلد دي بالتأكيد عايز مصلحة البلد دي بالتأكيد عايز خير للبلد دي فبيدور على كل الطرق كل الوسائل كل الروافد اللي من شأنها ترفع حياة او ترفع من مستوى المعيشي للمواطن من ثروة البلد الى اخيره طيب دعنا نشوف اللي بعده طفرة غير مسبوقة في مؤشرات الغازة الطبيعي ما احنا عملنا بقى ايه اتفاقيات تنقيبوك وشوفاته وعملنا منتدى شرق المتوسط حدوتها حدوتة منتدى شرق المتوسط دي لوحدها اكبر من مجرد ثروة من الغازة الطبيعي تعالى نشوف زيادة معدل نمو قطاع الغاز في مصر احنا عندنا معدل النمو بتاعنا سنة 2015 2016 كان بالسالب 11% حلو 20-21 20-22 بقينا موجب 4% 2015 مصر كان مركزها 19 عالميا في انتاج الغازة الطبيعي وفقا لواحدة من اكبر شركات البترول والغاز في العالم واحدة من السيفن سيسترز السبع الاخوات الكبار اسمها بي 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 بريتش بيتروليوم طيب من 15 ل17 مصر تحولت الى دولة مستوردة للغاز الطبيعي كنا بننتج وبينا مستوردين الله لكن يجي عام 17 وتكون مصر بدأت تنقيب وبدأت تعمل اتفاقات جديدة وبدأت تدور وتسعى وتشتغل بقوة فيبدأ انتاج حق لظهر للانتاج الطبيعي خش على سبتمبر 2018 تحقيق بعد ما كنت بتستاول تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز الطبيعي واستئناف عملية التصدير تصفيق حد 2021 مصر تبقى في المركز الثلاثة عالميا في انتاج الغاز الطبيعي والمركز الثاني على مستوى افريقيا وفقا لنفس ذات الشركة بي بي بريتش بيتروليوم واحدة من السبع شقيقات الكبار في هذه الصناعة او في هذا الرافض الاقتصادي طيب انتاج الغاز الطبيعي ليه نقولك يقفز الى معدل غير مسبوق 66% و3 من 10 هي نسبة زيادة انتاج مصر المباع من الغاز الطبيعي يعني انا حجم الزيادة بتاعة الانتاج اللي انا ببيعه زادت بنسبة 66% و3 من 10 يا رجل طيب ده انا في 20-15-20-16 كنت 41.6 مليار متر مكعب 41.6 مليار متر مكعب طيب انا في 21-22 بقيت 69.2 من 10 مليار متر مكعب ما شاء الله اللهم زيد اللهم بارك 13 ضعف هي زيادة في قيمة الغاز الطبيعي والمسائل اللي بيتم تصدرها اه والله تخيل احنا كنا بنصدر بقد ايه بقى بستمائة مليون دولار كنا بنصدر بستمائة مليون دولار بقيت بتصدر بتلت تلاف مليون يعني تمانية مليار من ستمائة مليون لتمانية مليار اربع اضعاف زيادة في كمية الغاز الطبيعي والمسائل بيتم التصدير فكنا واحد وتسعة من عشرة مليون طن بقينا سبعة واثنين من عشرة مليون طن ايه اللي بعده؟ مصر تتكيف مع ازمة ارتفاع اصعار الغاز العالمية وفق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء لزيادة الموارد من العملة الصعبة يبقى انا ارشد في استهلاكاتي من الكهرباء يعني ايه ارشد استهلاكي؟ في فرق ما بين الترشيد والخفض الترشيد جاية من الرشادة والرشد اي الاستعمال بحكمة انا عايز الطاقة الكهربائية بتاعتي اعمل بها ايه؟ عمال على بطال ولا اشتغل بالمظبوط من الاخر بالبلدي معاك مليون جنيه في واحد معاهم مليون جنيه هيخدهم وروح اشتري بيهم عربية صح؟ في واحد معاهم مليون جنيه هيشتري بيهم شقة وفي واحد تاني معاهم مليون جنيه هيشتري بيهم حطة ارض وبعدين يروح هياخد قرد بضمان الارض علشان يبنيها عمارة فيبقى عماليا العمل ايه بالمليون جنيه؟ صرفها على العربية اللي قيمتها بتقل؟ ولا جاب بيها الشقة اللي هيبقى ليها نمو وكل حاجة؟ ولا هيستسمر المليون ويبقوا عدة ملايين اهي مصر بقى بتعمل كده تسمى الترشيد طيب مع ارتفاع اسعار الغاز عالميا وزيادة الانتاج محليا مصر بتتجه لزيادة الصادرات من الغاز فتبقى بتصدر كمية اكبر من اللي كانت بتصدرها فتبدأ تدخل عملة صعبة مرونة التعامل مع ازمات العالمية واتجاهات الاسعار تعال كده نشوف تراجع اسعار الغاز بشكل عالمي في ظل ازمة الكورونا اعتماد مصر على الغاز بدلا من المزوت ما هو سعر الغاز رجع اعمل انا ايه؟ يبقى اعتمد على الغاز احصال لي مش بيرجع فابدأ اشغل الغاز جوع محطات الكهربة يعني استخدم الغاز في تشغيل محطات الكهربة بدل ما بستخدم مزوت ما هو سعر الغاز الخفض اهو طيب فيبقى انا عندي 3 و 8 من 10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ده القياس يعني الوحدة القياسية من الغاز 20-20 ياسمها كده يعني وحدة القياس بتاعتنا بسميها الوحدة الحرارية البريطانية طيب ارتفاع اسعار الغاز بعد كده بقى لما بدأت اسعار الغاز تزيد في 20-21 فبدأت مصر تعمل ايه بقى يدفع مصر الى بدء الاستبدال بالمزوت من اكتوبر والتوسع في تصدير الغاز الاقي هنا الغاز رخص استخدمه بدل من المزوت غلي يبقى المزوت اقتصادي بالنسبة لي اكتر فصدر الغاز ادخل به من هنا دولارات من هنا يورو من هنا سترليني زي بقى ما ربنا يوعد ماشي فيبقى عندي 17 و 2 من 10 دولار لكل مليون واحدة حرارية بريطانية من الغاز فلوس تحقيق اقصى استفادة ممكنة من سعر الغاز المرتفع عالميا زي ما كنا بنقول بزيادة الاعتماد على المزوت في تشغيل محطات توليد الكهرباء هنا بقى تشوف ايه انا بكل خالنا على 21 تعالى على 22 بقى ايه من 35 ل 40 دولار لكل مليون واحدة حرارية من الغاز فده معناه ان انا لما بصدر بكسب اكتر من انا استهلكه عندي محلي لان انا عندي حاجة تانية استهلكها محلي لايه ايه المزوت طيب تعالى نشوف زيادة الانت عايزة بصطها لك حاضرة بصطها لك حضرتك راجل مثلا مثلا عندك رز بتزرعه وعندك انت بقى كمزارع يعني بتزرع رز بس بتشتري قمح صح طيب لو افترضنا انه الرز الرز غالي قوي هنفترض مثلا اي كلام يعني الكيلو بخمسين جنيه اي كلام مش كيلو الرز بخمسين جنيه يعني ربانا ما يكتبش علينا اليوم ده كيلو الرز بخمسين جنيه وكيلو القمح بتلاتين هتقولي بس انت بتشتري الرز انت بتزرعه عم يوسف والقمح انت بتشتريه عم يوسف اقولك اتقل ماهنا الرز بخمسين جنيه والقمح بعشرين جنيه اعمل ايه لا انا هاشتري قمح واخبز في بيتنا واكله كده بقى التكلفته علي ايه 20 جنيه الرز بقى انا بيعته ب50 يبقى انا جبت العشرين بتاعت القمح صح بس فاضل في جيبي الشمال ده مدفيني 30 جنيه كمان يدفوا جيبي كده ويسعدوني ويبسطوني ده اللي احنا عملنا في الغاز طيب بعد شوية القاية تعكست لقينا انه الرز بقى بعشرة مثلا حلو والقمح بقى ب30 اعمل ايه هنأكل رز وبالها امح دلوقتي نرجع هنا زيادة الانتاج والاكتفاء الذاتي من المزوت يدفعان نصر اللي زيادة الاعتماد عليه انا بنتج مزوت رخيص تمام استخدمه لكن استخدم الحاجة التانية لانا برضو بنتجها بس غالية ومطلوبة والعالم عايز بيعيها معلموهاد فلوس انا بحتاج الفلوس دي اعمل بيها حاجة تانية طيب فتلاقي 7.5% نسبة زيادة انتاج مصر من المزوت زيادة انا كنت بنتج حوالي 10.7 مليون طن بقيت بنتج 11.5 مليون طن اهلا وسهلا طيب عندي 4.5% نسبة زيادة انتاج مصر من الغاز فكت بنتج 66 في 21 22 22 بقيت بنتج 69 واتنين من 10 فزيادة عندي 3 مليون طنين من المزوت فزيادة عندي 3 مليار متر مكعب تكلفة انتاج 4 ميجا وات كهرباء 1612 ده لو احنا بنعمل اشعال ل43 مليون وحدة حرارية من الغاز في الساعة اوكي طيب تعال بقى اروح الناحية التانية لو انا بشتغل بالمزوت فبصرف كام بدل 1612 هصرف 685 دولار عشان انتج نفس الاربعة ميجا وات كهرباء وساعتها هشعل واحد طن مزوت في الساعة من المنتهى البساطة عمليا انا هنا بتكلم في قد ايه خفض ده فرق كبير يعني فيه فرق 1000 دولار تقريبا اقل من 1000 دولار 900 وشوية دولار مش احنا اقول بي او ايه هصدر وهجيب الفلوس خش علي بعده صفحة 4 اه مصر تتكيف برضو مع ازمة ارتفاع اسعار الغازة العالمية وفق خطة لترشيد استهلاك الكهرباء لزيادة الموارد من العملة الصعبة قطاع الكهرباء يا سادة يا كرام هو الاكثر استهلاكا للغازة الطبيعي بنسبة 60% علشان كده اتعملت خطة للترشيد من خلال محورين تعالي ناخد المحور الاول محور الاول يقولك ترشيد الغازة المستهلك في توليد الكهرباء فاعادة هندسة عملية تشغيل محطات انتاج الكهرباء فتبقى الاولوية للمحطات اللي بتستخدم الغازة الطبيعي اقل وتنتج طاقة كهربائية بحجم اكبر يبقى اللي دخلها من الغاز اقل ما يمكن وانتاجها من الكهرباء اعلى ما يمكن طيب ثم العوائد المستهدف تحقيقها من خفض استخدام الغاز في انتاج الكهرباء في حالة الوصول لعشرة في المية عشرة في المية خفض في استهلاك الغاز الاقي نفس انا حصال لي ايه بقى تلتميت مليون دولار كل شهر اقدر حققها كقيمة تصديرية يعني تلاتة وستة من عشرة مليار في السنة لو انا خفضت استهلاكي من الغاز عشرة في المية طيب في حالة الوصول بقى للخمستاشر في المية نسبة وتناسب هيبقى 450 مليون دولار شهرية متوقع تحقيقها بإذن ربنا كقيمة تصدير العائد اللي تم تحقيقه منوفر استخدام الغاز في انتاج الكهرباء عشان برضو انت في النهاية دي فلوسك بالمناسبة فاللي احنا بنعمله ده وكأنه ايه بديلك كشف الحساب عشان حضرتك تبقى عارف ده كشف حساب الغاز احنا بنعمل كده ليه وبنحقق ايه وبنجيب قد ايه طيب من اكتوبر 21 تحديدا 5% قيمة الوفر المحقق في الاستهلاك تقريبا 150 مليون دولار شهريا قيمة تصديرية تم تحقيقها ده من اكتوبر 21 طيب محور التاني اجراءات حكومية لترشيد استهلاك الكهرباء نعمل ايه ترشيد استهلاك الكهرباء في كافة المباني الحكومية والمنشآت الرياضية وإيقاف الإنارة الخارجية بيها ده كده ترشيد طيب تعالي نعمل التزام إلزام المولات التجارية بتشغيل التكييف المركزي عند درجة حرارة 25 أو أكتر أقل من كده لأ ابدأ بنفسك يا عم يوسف حاصل فعلا البيت عندنا كله 25 درجة لو بنشغل التكييف هو على 25 درجة مدمد بالمناسبة بنعمل كده بقى ناجي سنتين مسل طيب وانا اوناشد اي مواطن يعمل كده ببيته وصدقني اوعى تفتكر ان 25 لت هتبقى هتحرار ولا الهوى خالص خالص احساسك بالـ 25 هو الـ 24 هو الـ 23 كمان القصة كلها ان انت هتوفر على نفسك انت تحديدا فلوس قد كده جرب شهر واحد بسيطة داخل نفسي الصف اللي جاي بجد تجرب شهر واحد وتشوف الفرق قد ايه فيها بالمية 200 جنيه يعني توفير في الشهر ده بجد ففضلت الكهرباء بس ده يعني لو بتشغل تكيفين ثلاثة مثلا مع بعض لو افترضنا ذلك مهم تعالى تشوف بقى تخفير او تطبيق التوقيت الصيفي تطبيق التوقيت الصيفي للمحلات العامة والمولات التجارية بحيس انها تقفل ساعة 11 مساء فيه ناس تيجي تقولك يا جماعة ونقفل 11 حرم عليك ونقفل 11 مساء انا لو علي انا لو ايدي قلتك يقفل تسعة قلتك يا جماعة معاك يا لقمة العيش محلها يقفل والولاد والبنات اللي بيشتغلوا في المحلات افتح تسعة الصبح المطالب بساطة بس احنا ايه زمان انوعة انه المحلات تسعة الصبح فتحة تسعة بالليل افلة اخرهم عشرة بالليل والله يا رجل شارع جامعة الدول العربية ده كان بيبقى هس بساطة عشرة بالليل هس وانا تفلس غنطة اد كده هوا اصحى الصبح بادري اشتغل اقفل هي هي نفس عدد ساعات العمل فمش هتقرب من حد من اللي شغالين في المحل والزبون موجود وانا احب معاليا ان انا اخب بعضي انزل في الفورتي فورتي انجز اشتري الحاجة ولا خلص الموضوع عربية عطلانة مش عارف ايه انجز في الفورتي فورتي واشوف بقية مصالحي على مدار اليوم ومين قالك ان انا هبقى في حيل بعد من خلص شغلة جيه لك ياعلم يا جماعة بلاش نوع نضحك على نفسنا بشوية كلام بلاش تخفيض انارة الشوارع والمحاول الرئيسية والميادين العامة يعني هيقفلوا النور علينا لا يا حاسدنا مش هيقفلوا النور كلم هنا على محاول رئيسية ميادين عامة كنا في وقت ما نقدر ننور نور يا معلم وعمل لي كهارب وحط بدل حبل النور 12 مش ازمة لكن دلوقتي لا نفعش عندي ظروف لازم نزبط انا كبلد من الاخر كده كل الازمة الاقتصادية اللي موجودة عندي دي مش بتاعتي تضخم اللي عندك تسمه ببرة اجراءتك الاقتصادية كماشي كويس جدا اللي انا بقوله لك ده او ده اجراءتك اقتصادية ايه لوحاشف ده يعني انت متخلق علينا يا عم انا تعبت والله يا جماعة ندخل على 48 سنة وانا اعتقد هتبقى صاري شيخوك هتخش علييا خلال السنة على الساعتين اللي جايين يعني فبجد بجد بالعقل انا رجل بالي طويل في الشرح بالي طويل لكن في الهري وفي الهبد انا خلقي دايق بصراحة خمسة حاضر كلنا خلقنا دايق بيقولولي فوق عازين نخل حاضر يا جماعة بس الحاجة اللي سلاحة بتبقى مزيكة والله عظيم بالنسبة لي والنعمة بتاعته مهم التوسع في مشروعات الغاز على مدار 8 سنين عمل ايه تعال نشوف جزب استثمارات اجنبية في قطاع الغاز والبترول 108 اتفاق بترولي جديد تم توقعهم مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز 108 يقول لك ومصر طراج اين ده بيلغوا الاتفاق بيلغوا مين يا ابني ده نعدي 108 اتفاق جداية شوف بقى 22 مليار دولار استثمارات بحد ادنى 103 مليار دولار منح توقيع 409 ابار استكشافية حلو كده طيب 9 مزايدات عالمية تم ترسيتها للبحث عن البترول والغاز 2.2 مليار دولار استثمارات ده حد ادنى 272.6 مليون دولار منح توقيع طيب اهم مشروعات انتاج الغاز الطبيعي تعالى بقى كده ايه مع بعضنا تتتتنقنق مشروع تنمية حقل ظهر 15.6 مليار دولار تكلفة استثمارات اجمالية للمشروع طيب انا عندي معدل انتاج مشروع بشكل يومي معدل انتاج يومي قد يهت 2.7 مليار قدم مكعب طيب مشروع حقل نورس 2.9 مليون دولار تكلفة استثمارية اجمالية للمشروع طيب يجيب لي 1.1 مليار قدم مكعب غاز يومي مشروع تنمية حقول شمال اسكندرية وغرب دلتا النيل 9.3 مليار دولار تكلفة الاستثمار الاجمالية للمشروع طيب عندي بقى فيهم ايه؟ اقول لك انا بقى ادول بالذات علشان دول حاجة ايه؟ اه 5 تريليون ادم مكعب خد بالك ده احتياطيات مكتشفة بالمياه العميقة من الغاز الطبيعي والمكثفات في هذه الحقود يا دين النبي الله اكبر 5 تريليون هات اللي بعده هندي من الله العظيم هات اللي بعده صفحة 6 وهل انتعشت صادرات الغاز الطبيعي المسال بفضل مشروعات تطوير محطات الإسالة؟ اتذكر وقت ما مصر خدت قرار نحن نعمل محطات الإسالة بتاع الضميات وإدكو محطات الإسالة بص يا مولانا من اهم الركائز الرئيسية في التسهيلات والبنية التحتية اللي بتمتلكها مصر لتجارة وتداول الغاز الطبيعي هو أنا عاوز أكتشف الغاز وما صدروش الغاز ما صدرو وعشان أسهل تصديره أعمل له إسالة فأخلق قيمة مضافة فبيعه أكتر بس كده لا أنا عايز كل اللي حوالي يجيلي أقول له أنا المركز أنا الهب تعالى الغاز بتاعك هنعمل له عملية تسهيل عندنا ومن ثم يتعمل له عادة تصدير طب أنا طول الوقت إيه المكانة بتاعة عدل فلوس عندي شغالة دي فلوس إيه وارد ولا صادر فلوس وارد يا باشا بص أهو محطة الإسالة بتاع الضمياط أربعة وتمانية من عشر مليون طن سنوي قدرة إنتاجها لوحدة إسالة الغاز بالمحطة اتنين وتلاتة من عشر مليون طن غاز تم تصديرها بالفعل من خلال المحطة عبر خمسة وتلاتين شحنة سنة واحد وعشرين تم تشغيلها سنة ألفين وخمسة يا مولانا توقفت عن العمل عام الفين واثناشر وبخ وقال توقف البخ نعم توقف البخ فتم أعادة التشغيل تاني في واحد وعشرين وصدرنا بقيق بقى اتنين وتلاتة من عشر مليون طن غاز يا سلام الله أكبر سبعمية وخمسين مليون أدم مكعب في اليوم هي الساعة التصميمية بتاعت المحطة طيب تعالى نشوف بقى ايدكو يا حلولي اسمع الأرقام مزيكة شوف كل بتاع ضميات دا كوم وإيدكو دا بقى ايه؟ كوم تاني سبعة واثنين من عشرة فضميات اربعة وثمانية ايدكو بقى سبعة واثنين من عشرة مليون طن سنويا قدرة انتجية واخد بالك طيب ما تم تصديره فضميات كنا اتنين وتلاتة من عشرة من ايدكو تلاتة وتمانية من عشرة طيب أنا عندي المحطة دي كانت اتعاملت فضميات الفين وخمسة وقفت في الفين واثناشر طورناها وشغلناها في واحد وعشرين بتاعت ايدكو بقى فيها ايه؟ لأ دا أنا عندي بقى في ايدكو المحطة بتاعت التسهيل ومعاها المينة اللي هصدر بيها الغاز اللي هو المشروع الكامل المتكامل فول فلاجد بروجيكت على رأي الجماعة الأجانب والناس اللي بتحب تسمع مصطلحات انجليزي تعالي الله طب وانا الساعة التصميمية بتاعت المحطة بتاعتيف دوميات كنات 750 أمال بتاعت ايدكو قد ايه؟ 1200 قدم 1200 مليون قدم مكعب يوم دا التصميم خش على صفحة سبعة تصدروا غز تصدروا غز لمين انتو بتعملوا ايه انتو؟ ولا بتصدروا غز ولا حاجة وبيتضحك عليكو؟ انتو بتصدروا غز لمين؟ مين عايز غز منك انت؟ عارف انت في الابراهيم مصر الله يرحمه؟ قالك ما تيجي نشوفه تعالى هالم بنا يا نديم اهو توقيع مصر مذكرات التفاهم والاتفاقات الاطارية لسه الاتفاقيات دي لسه لكن ده التفاهم والاتفاقات الاطارية في ابريل 2018 مع الاتحاد الاوروبي شراكة استراتيجية في مجال الطاقة اوعى تقولي الاتحاد الاوروبي جاي يلعب معانا حكش بيهزر شايف ان احنا ما عندناش بس يعني ايه بيطلطب علي كتفنا محبة طيب امريكا 2019 اطلاق حوار استراتيجي للتعاون الثنائي في مجال الطاقة بين البلدين تفتكر امريكا بتعمل معانا حوار استراتيجي للتعاون الثنائي في مجال الطاقة ليه؟ عايزين يكسبوا سواب؟ تصوفوا مثلا انت متخيل مثلا الامريكاء فجأة بقوا متصوفين فعايزين يجبروا بخطرنا وجبر الخواطر على الله الاطراف الشريكة في حقل غزة مارين فبراير 2021 اتعمل تعاون في تطوير الحقل المساهمة في توفير احتياجات فلسطين العربية من الغز طيب ابريل 2022 شركة ايني الايطالية تعاون في مجال الغاز الطبيعي بما يتيح تصدير الغاز المصال لفين؟ ايطاليا واوروبا يونيو 2022 اسرائيل والاتحاد الاوروبي نقل الغاز الى اوروبا باستخدام البنية التحتية والتسهيلات المصرية تيجي تقولي اصل اقولك ايه تقل؟ طيب شركة شيفرون ايميد منستريم ليميتد العالمية ده اتفاق بقى اتعمل في يونيو عشرين اتنين وعشرين برضو التعاون في انشطة نقل واستيراد واسالة وتصدير غاز شرق المتوسط عبر مصر اظن بقى شيفرون دي يعني اللي هو ايه؟ اوعا ده اتفاق تقدر تسميه كده اتفاق التنين والله العظيمة المبالغة ولا تظهر اتفاق شيفرون ده اتفاق التنين اتفاق التنين عارف انت الافلام بتاعة فان دان بتاع الزمان؟ ضربة التقه هو ده اتفاق التنين ده اتفاق شيفرون شو بقى الاتفاقيات اللي اتعاملت؟ سبتمبر احنا مع ابرص عملنا في سبتمبر 18 اتفاق حكومي على انشاء خط انابيب بحري لنقل الغاز من حقل افرودايتي الابروسي لمصانع الاسالة في مصر يعني اهو اه دي ابرص بسطة على كده اعمالها زي؟ بالايدي يعني مخافش انا دين والله العظيم ما هقوم صانع عارف ان دين بتوتر مني لما فجأة اقوم اقايم كده واجرى على اناك اهو الاضاءة لا ما تقلقش اه دي ابرص اهي حلو؟ وانا هو فا ابرص عندها غاز تنتجه عندنا بقى خط انابيب يجي يوصل عندي حصل ايه؟ السلل الغاز خدت فلوس طيب وبعدين هرجع له الغاز تاني اخد فلوس تاني فلوسي جاي رايح جاي ده ابرص وهو مستفيد بالمناسبة احنا اصحابه حبايب يعني من احنا عاملين منتدى شرق المتوسط ليه؟ ليه؟ لحاجات كتير منها ده طيب منتدى غاز شرق المتوسط في سبتمبر 2020 توقيع الدول المؤسسة على الميثاق الخاص بالمنتدى والذي بمقتضى يصبح منظمة دولية حكومية في منطقة المتوسط ويا ما قلتلك وهذا امر لو تعلمون عظيم ده ده بقى المنتدى ده يرسخ يكرس يثبت ليست القدم المصرية وانما اليد الطولة والاقوى لمين؟ لمصر في هذه المنطقة شرق المتوسط شرق المتوسط عشان تبقى فاهم يعني يبدأ من تونس فيبقى عندك منظمة دولية اسمها شرق المتوسط وقعت عليها الدول المشاركة في هذه المنظمة اصدقاء وحبيب وحلفة وكل اللي قلبك يحبوه فما فيش حد يعرف يديقك في شرق المتوسط او يديقنا خالص فهيبقى عندك قيمة اقتصادية وقيمة سياسية تضيف الى قيمك الجيوسياسية اللي هي اهمية بغرفيا المكان في الوضع السياسي ده منتدى شرق المتوسط سبتمبر 2020 تعالى بقى نشوف في فبراير 2022 الوكالة الدولية للطاقة فتنضم مصر كعضوا منتسب في الوكالة وبدء التعاون مع الوكالة مع لبنان عملنا ايه؟ في شهر 6 2022 الاتفاق على تصدير الغاز المصري الى لبنان لحل ازمة الطاقة في لبنان الشقيقة العربية صفحة 8 اخر حاجة قبل ما نروح لتقارير بتاعتنا وفواصلنا العظيمة تعالى نشوف هنا بقى المؤسسات الدولية بتقول ايه؟ حلو عن ايه؟ بتقول ايه عن ايه؟ اقول لك عن امكانية تحول خد بقى هنا المركز الاعلامي وهذا البرنامج ما يقولكش غير الامر بمنتهى الدقة احنا قلنا كده امكانية حلو؟ تفيد انه ده يجرى او ما يجراش لقدر الله هو مفيش حاجة ما بتجراش باذن الله هيجرى هيجرى عن امكانية تحول مصري الى سوق بديلة انت دور بديلة عني امنة لضمان صادرات الغاز الى اوروبا في ظل الازمة الحالية صندوق النقد الدولي قال الاتفاقية المبرمة مؤخرا بين مصر والاتحاد الاوروبي ستزيد من واردات الدول الاوروبية من الغاز الطبيعي المسال خلال العامين الجاري والمقبل كما يتوقع بالضمة ضم الميم يتوقع زيادة تلك الكمية بصورة اكبر بعد ذلك ده تصديرك للغاز هناك ماشي اوابك قالت ايه دي غير الاوابك باتت مصر تلعب دورا هاما في تصدير عدة شحنات من الغاز الطبيعي المسال الى الاسواق الاوروبية ايه ده احنا نلعب دورا هاما ايوا فندم ومن المتوقع ان تستمر الصادرات على هذا النحو وان تحقق مصر في عام عشرين اتنين وعشرين رقما قياسيا جديدا في حجم صادرات الغاز المسال قد يصل الى من سبعة لتمانية مليون طن دي اوابك مانيتر قالت الاتي يعتبر استقناف تشغيل محططي الغاز الطبيعي المسال في ايدكو وضميات خطوة لتحويل مصر الى مركز اقليمي لصادرات الغاز الطبيعي المسال في محاولة لاستقناف تصدير الغاز الى قارتي اسيا واوروبا فهي ليست فقط اوروبا وانما بعض الدول الاسيوية بردو الوكالة الدولية للطاقة بتقول ايه؟ بتقول سجلت مصر زيادة كبيرة بصادراتها من الغاز الطبيعي المسال وذلك بفضل اعادة تشغيل محطات محطة قدوميات في عشرين واحد وعشرين كما قفزت قيمة الصادرات المصرية بسبب ارتفاع الاسعار العالمية فهمت قيمة الترشيد بتاع استخدام غاز مزوت مزوت غاز حلو طيب الايكونوميست دايما نقولك الايكونوميست دي يا جماعة اهم مجال الاقتصادية في الدنيا وده حقيقي يعني مصر واحدة من المصدرين القلائل للغاز الطبيعي المسال الذين زادت حجم مبيعاتهم خلال عشرين واحد وعشرين احنا كده يا جماعة غالبا قفلنا باب الشائعات حول الغاز اللي هيطلقوا الاخوان وزويهم اما هيقول ايه طيب اهو بلومبرج بتقول نؤكد نؤكد هلقول ليه نؤكد او الله نؤكد ان مصر هي الشريك الحاسم الحالي لاوروبا في اعقاب الازمة الروسية الاوكرانية فتش رغم المخاطر التي تواجه اسواق الغاز العالمية والاسعار المرتفعة المصاحبة لها نتوقع ان يكون عام عشرين اتنين وعشرين عام الذروة لانتاج الغاز في مصر طيب امتهى الكلام بتاع المركز الاعلامي قد تملك بلومبرج كدت لك ايه نؤكد ان مصر هي الشريك الحاسم ترجمة نانسي قنقر